احسن الله اليكم يقول السائل يوجد في بعض البلاد من يقسم التوحيد الى اربعة اقسام توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الحاكمية ما هو رأي فضيلتكم في هذا التقسيم تقسيم الذي عليه العلماء والذي في كتب العقائد سلفا وخلفا تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية توحيد الاسماء والصفات والحكم بما انزل الله داخل في توحيد الالوهية لا يفرد في حاله هو داخل في توحيد الالوهية وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية على كل حاله داخل ولا يفرد بقسم مستقل هذا امر لم يكن من عمل اهل العلم وليس هو موجود في كتب العقايد بل من العلماء من يجمل ويقول توحيد قسمة توحيد الربوبية والأسمى والصفات توحيد العبادة فيجمل في قسمين ومنهم من يفصل يقول ثلاثة قسام توحيد الربوبية توحيد الأولوية وتوحيد الأسمى والصفات فيفصل توحيد الأسمى والصفات عن توحيد الربوبية لماذا؟ لأنه حصل فيه نزاع وحصل فيه مخالفات عند المعطلة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة فيفرد من أجل الربد عليهم أما أنه يؤتى بقسم الرابع هذا ما هم معروف عند العلم وأيضا هذا تحصيل حاصل لأنه داخل في توحيد الولوهية لأن تحكيم شرع الله عبادة لله عز وجل فهو داخل في توحيد الولوهية نعم ما حكم الأناشيد الإسلامية المنتشرة في هذه الأيام أولا أنا أطالبكم أن تثبتوا هذه التسمية أن في الإسلام أناشيد إسلامية منين جاءت هذه التسمية الأناشيد نعم موجودة لكن ما نسميها إسلامية نسميها أناشيد فقط نسميها أناشيد وهي نوع من الأغاني والأغاني حرام على غاني حرام والمزامير حرام فمن الذي يستثني الأناشيد يقول أنه مباحة من الغنى يجيب دليل على هذا أما إنشاد الشعر الشاعر أو الراوي ينشد قصيدة والناس يسمعونه فلا بس هذا إنشاد وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بين الإنشاد والأناشيد الإنشاد من شخص واحد وأما الأناشيد فهي من جماعة منظمة منغمة تشبه أناشيد الصوفية التي يعدونها من الذكر ومن طاعة الله فلا أصل لهذا العمل أبدا والأناشيد إنما وجدت لما وجدت الحزبيات والجماعات جاءت معها الأناشيد كل جماعة لها أناشيد تحمس أتباعها تحمس أتباعها هذا قصدهم فيها نعم ما حكم الأناشيد الإسلامية والبعض منها مصحوبة بالمعازف الأناشيد للشعر المفيد إن شاده للفائدة من غير صوات جماعية وإنما ينشده واحد فصيح يستفيد منه الحاضرون لغة وحكمة وموعظة أنا بس بذلك نعم يقول هل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة لا البدعة كلها سيئة لقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فليس في البدعة شيء حسن بل هي كلها ضلالة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وين اللي يقول لا ما هو بكل بدعة ضلالة بخاص من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل ما حكم الشرع في رأيكم في من يدعو إلى التآلف مع اليهود والنصارى والمحبة هذا ضلال يدعو إلى إلى محبة اليهود والنصارى هذا كفر والعياذ بالله الله جل وعلا يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي تحبونهم وتوالونهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم لاحظ قولة فإنه منهم فالذي يحبهم يكون منهم والعياذ بالله يكون من اليهود والنصارى يجب التوبة إلى الله وهذا قول باطل والذي يقوله ظال لمضل نسأل الله العافية نعم يقول السائم هل التحذير من صاحب البدعة البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة أفيدون جزاكم الله خير تحذير من أهل الضلال هذا واجب تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين وليس فيه غيبة لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول في البلد الذي لا يوجد فيه علماء هل يتعلم الطالب على الأشرطة العلمية التي شرحها العلماء كشروحاتكم وشروحات سماحة الشيخ العثمين رحمة الله عليه ما يتعلم الإنسان على الأشرطة وعلى الكتب لكن يستفيد منها فقط أما أنه يتعلم عليها لا لكن كونه يسمعها ويستفيد منها لا مانع من ذلك استفادة لا تعلم نعم تعلم إنما يكون على العلماء نعم هذا يسأل عن تفجيرات والتخريب هذا لا يقوم به إلا أناس خرجوا عن البشرية إلى طور استباع والحيوانات ليسوا رجالا وليسوا آدميين هؤلاء مسخت عقولهم ومرجت أفكارهم فصاروا وسائل تدمير في المجتمع والإنسان إذا فقد العقل وفقد الإيمان فإن الحيوان يكون خيرا منه ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا عمل قبيح وعمل لا يليق بالبشرية فضلا عن المسلمين المسلم لا يصدر منه أذى لا يصدر منه أذى على الناس وإنما يكون المسلم أداة خير وأداة دعوة إلى الله وأداة أمر بالمعروف نهي عن المنكر بالطريقة اللائقة أما إنه يخرب ويفجر فهذا عمل الوحوش بل الوحوش ما تعمل مثل هذا العمل نعم يقول السائل ما حكم الإسلام في من يدعو إلى تقارب الأديان بحجة أنها أديان سماوية سمعتم الجواب عن هذا وأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين صحيح إلا دين الإسلام ومن لم يدخل في دين محمد فهو كافر سواء كان نصرانيا أو يهوديا وغير ذلك من أمم الأرض لا يكون مسلما إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هل أصحاب منهج التكفير يعتبرون خوارج؟ نعم هذا هو مذهب الخوارج تكفير المسلمين هذا هو مذهب الخوارج الخوارج مذهبهم يجمع بين الخروج على ولاة الأمور وشق عص الطاعة وبين تكفير المسلمين وبين قتال المسلمين واستحلال ذمائهم هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله نعم ظهر في الساحة كتاب بعنوان أضواء الإسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره لمؤلفه يدعى ربيع المدخلي ما رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل المؤلف من أهل العلم؟ هالمعروفين لديكم؟ لا شك المؤلف من أهل العلم خريج الجامعة الإسلامية وامتتلمذ على المشايف ومعروف والحمد لله وما ذكره هذه أخطى أن تطبقها على هو ذكر الصفحة هو تطبقها على ظلال القرآن فإن أدركت أنه مخطي تبين خطأه وإلا الواجب قبول الحق الواجب قبول الحق هو ذكر الأخطى التي فيه بصفحاتها حددها لك أن ترجع إليها وطبق عليها الكلام فإن أدركت خطأاً فنبه المؤلف عليه جزاك الله خيراً وإن أدركت صواباً فالواجب أن تقبل الصواب نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل الخروج مع جماعة التبليغ خروجاً في سبيل الله وهل منهجهم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الخروج هذا مبتدع لا دليل عليه كان يخرج معهم مدة محدودة ويرون هذا من منهج الدعوة هذا منهج مبتدع ولا دليل عليه ويجب على الإنسان إن ما يأخذ الأقوال أو المناهج إلا إذا دل عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم نعم فضيرة الشيخ سائل يقول ما قولكم في قول من يقول ينبقي ألا نناقش في تفاصيل العقيدة ونبين البدع وإنما ينبغي أن نوضح أن قضية الإسلام العالمية أهم من هذه الفروع وجزاكم الله خيراً الإسلام ينبني على العقيدة لا إسلام بدون عقيدة العقيدة هي أساس الإسلام ولهذا جاءت الشهادتان في أول أركان الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الشهادتين قبل الدعوة إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصوم وأركان الإسلام فليس هناك إسلام بدون عقيدة فلابد من الاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بالعقيدة بالعقيدة لأنها هي الأساس فالذي يزهد في شأن العقيدة ويقلل من شأنها ويقول يكفي الإسلام يقول ما هنا إسلام بدون عقيدة كيف يكفي ما هنا إسلام بدون عقيدة ولا يصحي الإسلام بدون عقيدة يعني تقيم جسم بلا رأس ما هو ممكن هذا أبدا هذا إما أنه جاهل ويسمع كلام الناس ويردده بدون فهم وإما أنه مغرض ويحارب العقيدة ويأتي بهذا الأسلوب يقول يكفي اسم الإسلام بدون عقيدة هذه مغالطة واضحة نعم هل هناك فرق بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة أم هي أسماء الفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة السلفيون هناك فرق بين الفرقة الناجية هو يسأل عنه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا فرق بينهم الطائفة الناجية هي المنصورة لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجه فهما وصفان لفرقة واحدة واللي يفرق بين الناجه والمنصورة هذا جاهل ما يدري أو ابتدع هذا القول من عند نفسه لم يسبق إليه فلا فرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجه صفتان لفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة نعم نعم يقول ما الرد على من يهول من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا جاهل المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لأجل أنه يرجع إلى الصواب ومن أجل غيره ما يغتر بخطائه وهذا من النصيحة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامته من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق يجب أن نرد عليه ونبين خطأ كذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين وإلا لو ترك الناس لضاع الدين لضاع الدين الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن رد على اليهود رد على النصارى الردود موجودة في القرآن رد عليهم ولم يتركهم فالكلام أن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف نعم لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم يا أخوان اللي يتولى هذه الأمور العلمة ما هو بتولاها الجهال أو المبتدئين في طلب العلم أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه ربما يردون بجهل فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة نعم أحسن الله إليكم هناك رجل من من ينتسب إلى العلم ويأتي في القنوات الفضائية بكثرة قال في معنى كلام الله إنه يمدح إسرائيل من حيث الانتخابات وتمنى هذا القائل أن تكون نزاهة الانتخابات في إسرائيل موجودة في بلاد العرب حيث قال إن أحد الزعاماء حصل على نسبة 99% فقال هذا الرجل لو أن الله عرض نفسه على خلقه لما حصل على هذه النسبة فما رأيكم أنا كلام فاضي ومبالغه العياذ بالله وسوء أدب مع الله عز وجل هذا يدل على عقلية هذا الرجل وأنه مستهتر نسأل الله العافية وعليها أن يتوب إلى الله ويترك مثل هذه الألفاظ القبيحة نعم العرب المسلمون ولله الحمد بخير المسلمون بخير واليهود مهما عملوا فهم قرده خنازير ما فيهم خير مهما عملوا هم أعداء الله سبحانه وتعالى وأما المسلمون وإن حصل عندهم تقصير حصل عندهم خلل ففيهم خير كثير ولله الحمد نعم يقول السائل هل الرد على المخالف وبيانه خطأ المخطئين من أصول السنة نعم الرد على المخالف هذا من طريقة أهل السنة والجماعة لكن هذا لا يتولاه إلا أهل العلم اللي يعرفون الخطأ والصواب ويعرفون كيف يردون أما المبتدي في طلب العلم والجاهل هذا ما يصبح أنه يرد لأنه قد يعتقد أن هذا الشيء خطأ وهمه خطأ وقد يرد ردا غير مناسب فهذا إنما يتولاه العلماء نعم يقول السائل هل عدم الرد على أهل البدعي وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين هذا من أكبر الغش للمسلمين السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم هذا من الغش للمسلمين فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت السكوت هذا من الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الهلاني وهو يراه نعم هل من نصيحة للشباب الذين يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي تركون من الأفراد والقيل والقال المشايخ إن شاء الله فيهم خير وفيهم وفيهم بركة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ولا صاروا ما أرضوا بعض الناس الرسول ما أرضى كل الناس هي ناس سافطين على الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة النفسية النفسانيات والأهوى هذه الاعتبار بها والمشايخ نحسن بهم الظن وما علمنا عليهم إلا الخير إن شاء الله وندعو لهم بالتوفيق نعم ما رأيكم شيخنا في من يقول أن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية يمثل عمر أي يمثل عمر رضي الله عنه العقل البشري الظلوم الجهول هذا كلام سيء ولا يصدر ممن في قلبه محبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتلمس يتلمس الأخطى للصحابة وهذا عدو للصحابة عدو للصحابة إما أنه منافق وإما أنه شيعي يبغض الصحابة والذي قاله عمر في صلح الحديبية إنما هو من باب الغيرة إنما هو من قوة الغيرة على دين الله عز وجل وظن أن في ذلك غضاضة على المسلمين لأنه لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب فهو فيه الغيرة الشديدة فأراد أن يظهر العزة للمسلمين اجتهادا منه رضي الله عنه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله جل وعلا فالذي فعله عمر إنما هو اجتهاد وغيرة منه رضي الله عنه نعم وهذا عرف ذلك في النهاية عرف أنه أنه لو أنه فوض الأمر كما فعل أبو بكر لو فوض الأمر وسكت لكان أحسن له أدرك بعد ذلك أنه لو سكت وفوض الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر لكان ذلك خيرا له وأحسن لكنه رضي الله عنه إنما فعل هذا مجتهدا وغيرة على الإسلام والمسلمين نعم أحسن الله وليكم يقول السائل هناك مجموعة من المبتدعين تقول بخلق القرآن وتدعي أن ابن تيمية يسب قد سب علي بن أبي طالب كذا قال في كتابه من هاج السنة فهل هذا صحيح هذا كذب وافترأ شيخ الإسلام ما سب علي رضي الله عنه بل يتولاه ويحبه ويعتقد أنه ابن عم رسول الله وأنه من أهل البيت وأنه الخليفة الراشد الرابع الخلفاء الراشدين وأنه من أهل الجنة من العشرة المبشرين بالجنة هذا ما يعتقده شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبغضونه ولا يسبونه بل يتولونه ويحبونه هذا كذب على شيخ الإسلام وكذب على أهل السنة أيضا والقول بخلق القرآن كفر لأن الله جل وعلا أخبر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده اللي يقول أنه مخلوق كسائر المخلوقات هذا كافر والعياب بالله نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل أهل البدع موجودون في كل آن ومكان وما هو المنهج الصحيح لرد كيدهم نعم أهل البدع يوجدون في كل زمان لا يخل زمان منهم ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وواجبنا نصيحتهم وواجبنا أن ننصحهم نبين لهم ضرر البدع وخطرها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضلالة قال كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار علينا أن ننصحهم نبين لهم فإن امتثلوها الحمد لله وإلا نحن أدينا الواجب علينا ثم نعتزلهم إذا لم يقبلوا نعتزلهم نعن جالسهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هل اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ملزمون بالدخول في الإسلام لا شك جميع البشر جميع الجن والإنس ملزمون بالدخول بالإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبعه فهو كافر سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من لم يتبعه فهو كافر كافر بالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في من يقول بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا هذا كلام باطل البدعة ما هي بتجمع البدعة تفرق هذا عكس الصواب السنة هي اللي تجمع الناس والبدعة تفرقه أما قوله بدعة تجمعنا ولا سنة تفرقنا ما أذن هذا يقوله مسلم هذا ما يقوله اللزايق أو ضال والعياذ بالله البدع لا خير فيها ويتفرق الناس والسنن فيها الخير كله وهي تجمع القلوب وتجمع الناس فهذا كلام عكس الحق والعياذ بالله فعلى من يقول هذه المقالة أن يتوب إلى الله لأن هذه خطيرة جدا هذه الكلمة نعم فضيلة الشيخ على مثل واحد من الشعر يقول سلام سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم هذا شاعر عصري يقال هذه المقالة والعياذ بالله هذا القول قريب من هذا الشعر نعم يقول السائل أعيش في بلد لا يوجد فيه علماء فهل يمكنني أن أقرأ بعض الكتب التي ألفت بعبارة وبسهولة كتفسير والفقه القراءة لا بس تقرأ ولكن لا تعتمد على فهمك ولا تفتي لا تفتي الناس وتعتمد على فهمك لأن القراءة ما هي بعلم إنما تستفيد فقط ولا تحصل بها علم وتفتي وتحلل وتحرم هذا لا يجوز لك بمجرد القراءة لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء وإذا لم تجد علماء لا مان عنك تقرأ في الكتب النافعة لتستفيد فقط لا لأجل أن تفتي أو أن تقول هذا حلال وهذا حرام وتقول على الله بغير علم ما يجوز هذا القراءة شيء والفتوى والتحليل والتحريم شيء آخر لا يعرفه إلا العلماء ومن تتلمذ عليهم أما الاستفادة والتأثر فلا مان عنك تقرأ في الكتب المفيدة وتستفيد منها فضيلة الشيخ بماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة بماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالفهم يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة أي مخالفة في العقيدة أو في العمل إذا ابتدع صار مبتدعا أو كان يعتقد عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه لا يكون منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي فالذي يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من أهل السنة والجماعة نعم بارك الله فيكم سائر يقول هل يصح تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله أو لا حاكمية ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على أحد لأن السلطان كله لله أو لا شريك له في الخلق والاختيار الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله بيّنها أهل العلم ما نحتاج إلى تفسير الحاكمية وتفسير هذا الطواف المتأخرة لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله لا معبودة بحق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله وأما الحاكمية فهي جزء جزء من العبادة وليست هي تفسير لا إله إلا الله بل هي جزء من تفسيرها داخل في العبودية لأن تحكيم ما شرعه الله عبادة لله داخل في العبودية لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله كله بل هو جزء منه فلا إله إلا الله تشمل جميع أنواع العبادة جميع أنواع العبادة كلها تدخل في لا إله إلا الله كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون فمعنى لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله جل وعلا نعم سائل يسأل يقول كفيد فضيلتكم بأنه يقوم بزيارتنا بعض الإخوة ويدعون أنهم من أهل التبليغ ويطلبون من القيام بزيارة بعض الإخوة في الله في داخل المملكة وخارجها علما بأنه لا يوجد عندنا علم ما نقوم به في هذه الزيارات فما رأي فضيلتكم في ذلك جماعة التبليغ جماعة معروفة ومن شاءها من خارج المملكة من شاءها من خارج المملكة من الباكستان أو من الهند وليس عندهم علم ويقوم بالدعوة وهم ما عندهم علم وهذا لا يصلح أيضا ما يهتمون بالعقيدة لا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك والدعوة التي لا تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك دعوة غير صحيحة ولا نافعة وأيضا عندهم أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان الخروج أربعين أو أربعة شهر أو كذا أو كذا هذا نظام مبتدع ما أنزل الله به من سلطان فهم عندهم تجاوزات وعندهم أخطى وعندهم بدع فلا تسمحوا لهم بإذا كان لكم قدرة لا تسمحوا لهم بمزاولة عملهم في بلدكم وحذروا منهم ولا تخرجوا معهم ولا تشجعوهم نحن والحمد لله في بلد التوحيد في بلد العقيدة في بلد الدعوة يجب أن نقوم بما بما عندنا من الدعوة ومن التوحيد ومن نشر العلم بدون أن نسمح لهؤلاء الأجانب أو من هو سائر على منهجهم ما نسمح لهم بهذا نعم أحسن الله إليكم يقول السائر ما الحكم خلف من ينكر رؤية الله في الآخرة ويقول بخلق القرآن ما الحكم يقول ما الحكم في من يصلي خلف من ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن لا تجوز الصلاة خلف هذا هذا جهمي جهمية لا تجوز الصلاة خلفها الذين يقولون بخلق القرآن ويقولون بعدم بنفي الرؤية يوم القيامة لا تجوز الصلاة خلفهم لأنهم جهمية نعم يقول السائل ما حكم من يبيع كتب المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لا يجوز بيع الكتب التي فيها ضلال وفيها انحراف بل يجب إتلافها الكتب التي فيها ضلال وانحراف وزندقة يجب إتلافها لأنها من وسائل الفساد للعقيدة والدين أما إذا كانت كتب لأهل العلم فيها بعض الأخطاء فيها بعض الأخطاء اليسيرة فلا مانع من بيعها أما كتب أهل الزندقة وكتب أهل الإلحاد لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها فالأخطاء تختلف الأخطاء التي في الكتب تختلف نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السؤال الثاني أحسن الله إليكم يقول ما قولكم في من لا يكفر من كفر أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يكون عاصيا لله ولرسوله الله جل وعلا أثنى على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاهم محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجل الله أثنى عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة هم أفضل الأمة وهم أفضل القرون وهم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصحبوه ونقلوا لنا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بيننا وبين الرسول في نقل هذا الدين نحن تلقيناه عنهم وهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يطعن في الصحابة يطعن في دين الإسلام لأنه إذا طعن في رواته وحملته فإنه يطعن في دين الإسلام ومن طعن في دين الإسلام فهو كافر ما نصيحتكم للفرق المخالفة الذين يبغضون أهل السنة والجماعة وما هي الفرقة الناجية وما حكم الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه أيها الفرقة الناجية من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة هذه هي الفرقة الناجية وأما بغض أهل السنة والجماعة أو بغض الصحابة هذا نفاق هذا نفاق والعياذ بالله لا يبغض الصحابة إلا منافق ولا يبغض أهل السنة والجماعة إلا منافق الله جل وعلا لما ذكر لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح في آخر سورة الفتح قال ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق معلوم النفاق والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في من يقول أن الإسلام مصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال هذا كلام كفر وإلحاد هذا مثل قولهم عن القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة وإذا تتلى عليه آيات قال أساطير الأولين هذا مثله تماما هذا مثل قول الكفار والعياذ بالله الإسلام دين من عند الله الله هو الذي شرعه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالدين من عند الله جل وعلا أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلغه الرسول لأمته وترك أمته عليه عليه الصلاة والسلام قرأت قولا لأحد المفكرين ذكر فيه أنه لا يوجد مجتمع إسلامي أبدا بل كلها مجتمعات جاهلية هذا مذهب الخوارج هذا مذهب الخوارج وهذا كلام الخوارج هذا تكفير المسلمين على العموم وأنه ما فيه مجتمع مسلم هذا كلام الخوارج نسأل الله العافية ما حكم من قال أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر بشري هذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست فكرا وإنما هي وحي من الله جل وعلا قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي وليست فكرا وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما هي دعوة وحدة الأديان وهل يصح القول بأن الإسلام مزيج من الاشتراكية والمسيحية الإسلام دين الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ودين الله جل وعلا شرعه لعباده وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام وهو وحي من الله جل وعلا تشريع من الله وليس هو مزيج من أنظمة البشر من الشيوعية أو الرأسمالية هذا كفر اللي يقول هالكلام هذا كارب هذا مرتد عن دين الإسلام هذا معناه أنه يقول أن الإسلام ما هو وحي من الله ولا تشريع من الله وإنما هو مأخوذ من أنظمة الناس مثل ما قال المشركون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة وكما قال الكافر إن هذا إلا قول البشر فهذا كفر بالله عز وجل نعم ولوحدة الأديان ما فيه وحدة للأديان ما فيه لدين الإسلام ما عداه من الأديان فهو إما منسوخ مهل دين اليهودية والنصرانية وإما باطل أو الوثنية فلا فيه دين إلا دين واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأم الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ما فيه دين إلا الإسلام ولا فيه وحدة أديان كما يقولون هذا قول باطل هذا معناه مساوات الإسلام بالكفر يعني جعل الكفر والإسلام شيء واحد وأنها متساوية وأن الإنسان حر يعمل ما يشاء هذا لا يؤمن بدين والعياذ بالله القول بحرية الأديان هذا كفر ما فيه حرية للأديان ما فيه إلا الإسلام الذي أرسله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعم بذاكم الله خيرا هذا سائل يقول هل يحمل المطلق على المقيد في كلام أهل البدع مطلق على المقيد في نصوص القرآن والسنة أو يحمل المطلق على المقيد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من يذكر الصحابة بذكر حسناتهم وسيئاتهم عند التحدث في بعض الأحداث التاريخية هذا لا يجوز ذكر نساوء الصحابة الصحابة رضي الله عنهم صحابة رسول الله لهم فضل عظيم وهم أفضل قرون الأم قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة هم أفضل القرون قد قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيله قال سبحانه وتعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فلا يجوز الخوض في شأن الصحابة ولا تخطئتهم ولا ذكر مساويهم إن كان لهم مساوي مع أن فضائلهم تغطي الجبال لا يجوز هذا يجب الثناء عليهم والترضي عنهم ومحبتهم والاقتدابهم ولا يجوز أبدا تنقصهم رضي الله عنهم وهل هذا الإنسان ما ورى ما يحاسب نفسه يروح يحاسب الصحابة الذين هم أفضل القروم صحابة الرسول وهو ينسى نفسه وما فيها من العيوب وما فيها من الأخطاء نعم أحسن الله إليكم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من يسب الله أو الدين في حالة الغضب علما بأنه مبتلى بالمسي والسحر من سب الله أو سب الدين ارتد عن دين الإسلام إلا إن كان أنه ما معه عقل تكلم بكلام من غير عقل هذا لا يواخذ زائل العقل لا يواخذ أما إن كان معه عقله ومعه إدراكه تفكيره إنه يرتد عن دين الإسلام نعم نعم جزاكم الله تعالى خيرا وهذا السائل يقول هل سب الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين كفر أفتون مأجورين سب الصحابة وأحد منهم كفر ونفاق لا يبغضهم إلا منافق أو كافر ألا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف فحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضهم من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول نرجو أن تبينوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم محبتهم والترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ومحبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه وقد ناصروه وجاهدوا معه وآزروه فيجب تجب محبتهم في الله عز وجل ويحرم بغضهم أو بغض أحد منهم أو تنقص أحد منهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فمحبة الصحابة علامة الإيمان وبغض الصحابة علامة النفاق والكفر قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار فما يغتاض من الصحابة إلا كافر ليغيظ بهم الكفار فالذي يغتاض من الصحابة هذا الدليل على كفره والعياذ بالله هذا سائل يقول أنا من السودان وحضرت هذا الدرس وفهمت مسألة الإيمان والكفر ومذهب أهل السنة فيها والسؤال أنه قد جاءتنا كتب كثيرة في هذه القضية وطلبة العلم في بلادنا مختلفون فيها ومن ذلك كتاب إحتام التقرير وكتاب الحكم بغير ما أنزل الله ووصول التكفير فما هو قولكم فيها يا أخي لا تراجع عن كتب هذه راجع كتب السلف التي فيها بيان العقيدة الصحيحة كتب السلف الصالح أما الكتب العصرية هذه لا تعتمد عليها لأنها ما هي بصادرها عن علماء إنما صدرت عن ناس متعلمين مبتدئين ولا يعتمد عليها عليك بمراجعة كتب السلف الصالح في وصول العقيدة نعم نعم مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ومثل لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامى وغيرها من كتب السلف نعم نعم يقول السائل كثير من الجماعات الإسلامية اليوم تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة فما صحة دعوان هذه الحمد لله نحن نحب أنهم يكونون على منهج أهل السنة والجماعة وهذا ما نريده وما ندعو إليه لكن من ادعى أنه على منهج أهل السنة والجماعة نعرض مذهبه على الكتاب والسنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة فإن وافق فهو صادق وهو أخونا وإن كان مخالفا فدعواه لا تنفعه الدين ما هو بدعاوة الدين حقيقة ما هو بدعاوة والدعاوة إذا لم يقيم بينات عليها أهلها أدعياء نعم نعم يقول السائل يقول البعض أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة المنحرفة والتحذير منها ومن أصحابها يفرق الناس ويحدث الفتن فهل هذا القول صحيح هي الفتن هي نفسها الفتن هذا اللي يقول الكلام هذا ما يعرف نفس الفرق ونفس الاختلاف هذا هو الفتن فنحن نحذر من الفتن التي حذر منها صلى الله عليه وسلم القرآن حذر من الكفار حذر من أهل الضلال ثم قوله يفرق 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 كيف نجمع بين مبتدع وسني ما يجتمعان أبدا لأنهما متضادان فلا يجتمع الناس إلا على الحق ما يجتمع الناس إلا على الحق الذي جمعهم في أول هو الذي يجمعهم في آخر الأمر كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحيمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها لا يصلح الناس ويجمعهم إلا الحق أما أن يجتمعوا وهم متفرقون ومتخالفون عن الحق هل هذا لا يمكن أبدا نعم أثابكم الله يقول السائل إذا أخطأ العالم خطأا فكيف يتعامل معه وما رأيكم في من يقول إننا لابد أن نحذر من هذا العالم وإن لم نفعل أضعنا نصيحة للأمة وأضعنا التحذير من المبتدعة خطأ العالم يختلف إن كان خطأ في العقيدة إن كان عنده خلل في العقيدة وضلال في العقيدة فهذا يجب يجب أنه ينبه على هذا فإن تراجع وإلا يترك ويبتعد عنه أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقر مسائل الاجتهاد فهذا ينظر في الدليل إذا كان الدليل معه فهو على حق وإن كان الدليل مع غيره فإنه يبين له يبين له هذا لكنه لا يهجر مسائل الفقهية هذه لا توجب الهجر إنما هذا في مسائل العقيدة والأصل أما الاختلاف في المسائل الفقهية والفروع فهذه يبين الخطأ فإن رجع فالحمد لله وإلا فإنه لا يهجر لأن المسائل الاجتهادية تعلمون أن الأمر فيها واسع الأمر في المسائل الاجتهادية واسع والعلماء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد يقول السائل ماذا تقولون بشخص يدعو من غير علم وهل في هذا الزمن يجب على كل شخص طلب العلم ما يجد للإنسان يدعو إلى الله هو جاهل لأنه لا يعرف الدعوة بطريق الدعوة وقد يحلل الحرام أو يحرم الحلال وما يدري أو يشتد في شيء ليس محلا للشدة أو يتساهل بشيء ليس محلا للتساهل لجهله أو يعرض له شبهة وجدال من المدعوين يجادلونه ويعرضون عليه شبه ألا يستطيع الجواب عليها فيتعلم أولا ويتفقى أولا ثم يدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم لا بد من العلم ويدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا يستطيع يدعو بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن إلا إذا تعلم لا بد أن يتعلم حتى يدعو إلى الله عز وجل نعم يقول السائل لي صاحب إن ضم إلى بعض الفرق الضالة وذلك لما معها من بعض الخير فهل من نصيحة؟ نعم نصيحة أنه يرجع إلى أهل الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون وما عليه أهل السنة والجمال ننصحه أن يرجع إلى الحق الرجوع إلى الحق فضيلة الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل ولا يكفي إن بعض الفرق فيها خير ما يكفي هذا لا بد أن يكون مذهبها خالصا على منهج السلم أما أن يكون عندها مخالفة لمنهج السلم هذا لا يقبل ولو كان عندها بعض الخير فمن سنة الله إن بعض الأمور يكون فيها شيء من الخير ولكن ينظر هل الخير هو الغالب؟ أو الشر هو الغالب؟ فإن كان الشر هو الغالب فإن هذا الخير لا يقبل فإن هذا المذهب لا يقبل الذي شره أكثر من خيره أما إذا كان الخير أغلب فإنه يقبل نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم مجادلة المفتدعة في أصول الدين بغية إقناعهم إذا كان يرجى أنهم يقنعون أو أنهم يتوبون هذا شيء طيب هذا من الدعوة إلى الله أما إذا كان ما فيهم طمع أنهم يرجعون ولا يتوبون فالمجادلة معهم من العبث مجادلة معهم من العبث إلا إن كان من باب الرد عليهم يجبون شبه وأن ترد عليهم الرد عليهم هذا شيء طيب نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل تجوز مجالسة أهل البدع الداعين إليها؟ لا تجوز مجالسة أهل البدع لأنها تؤثر في الجليس قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا يجوز الجلوس مع القوم الظالمين والمبتدعة من الظالمين بل هم أشد الظالمين فلا يجوز مجالستهم ومصاحبتهم لأنهم يؤثرون على مجالسهم ومصاحبهم نعم نعم يقول السائل ما معنى قول بعض السلف أهل البدع كالعقارب تدفن رأسها وتبق أذنابها حتى إذا تمكنت لدغة نعم خلاما واضح أن أهل البدع فيهم نفاق أهل البدع يبتلون بالنفاق وهو أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر يظهرون الخير للناس خديعة يخادعون الله والذين آمنوا ويبطنون الشر ومتى ما تمكنوا من نشر الشر مثل العقرب نعم 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 أنوي أن أكتب عن بعض الجماعات الضالة والتحذير منها لكن هذه الجماعة لم تخرجوا من الملة وقد مدحها البعض من العلماء وأخشى أن يدعو علي فما توجيهكم لي علما بأن هذه الجماعة منحرفة الواجب عليك بيان الحق الواجب عليك بيان الحق إذا كنت متأكدا من الأخطاء التي عندهم والظلالات اللي عندهم متأكد مية بالمية وعندك مقدرة على أو عندك علم تستطيع البيان يجب عليك هذا ولقد أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما يجوز كتمان العلم إذا كان عندك علم ممتيق من ضلالات بعض الطوايف فبينها للناس من أجل أن يحذروها وهذا من النصيحة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين وعامته ولا تخشى الناس عليك أنك تخشى الله سبحانه وتعالى تبين الحق ترد الباطل ولا تخشى الناس نعم هل يجوز إلقاء السلام على اتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له وهل يجوز هجرهم أول شيء يجب نحدد البدعة ماهي لأن الناس كثير من المنتسبين لطلب العلم الآن كل من خالفهم بشيء قالوا أنتم مبتدع لأنهم ما يعرفون ماهي البدعة لازم نحدد البدعة لأنه كثير من المنتسبين لطلب العلم الآن يطلقون البدعة على أشياء ليست بدعة وكل من خالفهم في شيء قالوا أنتم مبتد هذا ما يصلح ولا يجوز البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه إحداث شيء في الدين لم يكن منه كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالبدعة هي أن يحدث في الدين عبادة ليست لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله هذه هي البدعة فمن كان كذلك فهو مبتدع والمبتدع تجب مناصحته تجب مناصحته ودعوته إلى الله تخويفه بالله وإذا كان عليه التباس أو اشتباه يبين له الحق إذا كان ما ظهر له شيء يبين له الحق وتقام عليه الأدلة فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون مبتدعا يجب هجره والتحذير منه والابتعاد عنه وكل من وافق على بدعته وصار تابعا له ولم ينتصح ولم يتركه فإنه يهجر مثله لأن من وافق المبتدع ورضي ببدعته فهو مبتدع مثله فيهجر كما يهجر المبتدع هنا بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سألون يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول أن القرآن صنعة الله أو القرآن من سعي الله هذا معناه أنه خلق صنع الله يعني خلقه هذا قول الجهمية هذا قول الجهمية فلا يقال القرآن خلق الله ولا يقال صنع الله وإنما يقال القرآن كلام الله يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ظهر في الآوينة الأخيرة على شاشات الفضائيات من يقال عنهم أنهم من أهل فقه وعلم يقولون بأن آدم عليه السلام ليس أول الخلق من البشر بل هناك بشر قبله ولكن الله اصطفاه عليهم وأن له أبا وأما وأن حواء لم تخلق من ضلع آدم فما رأيكم في ذلك هذا كفر والعياذ بالله هذا كفر وإرحاد تكذيب لقول الله جل وعلا أن الله خلق آدم من تراب خلقه بيده خلقه من تراب وليس له أب ولا أم وأخبر أنه خلق حوى منه خلق منها زوجها خلق منها زوجها يعني خلق حوى من آدم فالذي ينكر هذا يكون كافرا بالله عز وجل مرتدا عن الإسلام نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء من أهل السنة ويظفر فيها أهل البدع من الأباضية عليه بسؤال أهل العلم والاتصال بهم وقراءة كتب أهل السنة ويسافر لطلب العلم بين الحين والآخر يسافر للبلاد التي فيها علماء ويجلس عندهم ويستفيد منهم ويأخذ من كتبهم ومن أشريطتهم وسيعينه الله سبحانه وتعالى نعم يقول ما رأيكم في منهج الموازنات نعم منهج الموازنات ما نعرف منهج الموازنات هذا الشيء نحدثوه بعض الجهال لا نعرف منهج الموازنات الموازنات عند الله جل وعلا هو الذي يزن الحسنات والسيئات ويجازي أهلها أما نحن فلا نعلم ولكن نرد على المخطي المخطي نرد عليه ولا يلزمنا نقول له حسنات هل عند الله جل وعلا نسأل الحسنات عند الله وإنما نحن نرد الخطأ فقط نعم